السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي سوف نتعرف اليوم إلى درس جديد من الوحدة الثالثة أنا أبرمج بعنوان استخدام الأوامر البرمجية أهداف الدرس أولاً أن يشغل الطالب برنامج ترتل أرت ثانياً أن يحدد الطالب مكونات واجهة برنامج ترتل أرت ثالثاً أن يعدد الطالب أهم اللبنات البرمجية في برنامج ترتل أرت أما الآن عزيز الطالب فسوف نتعرف إلى برنامج ترتل أرت وآلية تشغيله في البداية سوف نتعرف إلى بيئة برنامج ترتل أرت فهذا البرنامج هو بيئة عمل مستوحى من لغة البرمج التي تعرف باسم لوجو وتعتمد هذه اللغة على ما يعرف بيئة اللبنات البرمجية ولتوضيح فكرة اللبنات البرمجية في برنامج ترتل أرت شاهد معي عزيزي الطالب هذه الصورة ماذا تمثل؟ إنها مجموعة من ألعاب الليغو أو المكعبات وهذه الليغو أو المكعبات نقوم بتركيبها على بعضها البعض حتى تشكل لنا شكلا معينا كذلك في برنامج ترتل أرت فهو يتكون من مجموعة من اللبنات البرمجية التي تراها الآن على الشاشة ونقوم بتركيبها كما في الصورة الآتية لتحديد تسلسل الأوامر المختلفة الشخصية الرئيسية في البرنامج هي السلحفاء وتقوم السلحفاء في البرنامج برسم الأشكال الهندسية المختلفة لنقوم بتلخيص ما قمنا بتوضيحه قبل قليل برنامج الترتل أرت هو بيئة عمل مستوحى من لغة البرمجة اللوغو وتعتمد على اللبنات البرمجية الموضحة هنا في الصورة الشخصية الرئيسية هي السلحفاء وهي تقوم برسم الأشكال الهندسية ويتم تحديد تسلسل الأوامر بتركيب كل لبنا على اللبنات الأخرى والآن عزيز الطالب ردد معي مصطلح اللبنات البرمجية الآن عزيز الطالب سوف نتعرف إلى خطوات تشغيل برنامج تيرتل أرت لتشغيل برنامج تيرتل أرت أولا نقوم بالضغط على زر البداية ثم نقوم بتصفح البرامج الموجودة وصولا إلى الأيقونة الخاصة ببرنامج تيرتل أرت ها هي هنا ثم نقوم بالضغط عليها بزر الفأر الأيسر حيث سيفتح لنا البرنامج كما نشاهد الآن على الشاشة وبهذا عزيز الطالب نكون قد أنهينا الهدف الأول في هذا الدرس وهو أن يشغل الطالب برنامج تيرتل أرت أما الآن فسوف نبدأ بالتعرف إلى مكونات واجهة برنامج تيرتل أرت أول المكونات التي تتكون منها واجهة برنامج تيرتل أرت هي لوحة اللبنات البرمجية الموجودة على يسار الشاشة المكون الثاني هو الأوامر فكل لبنة من لوحة اللبنات البرمجية لها مجموعة من الأوامر الخاصة بها أيضا لدينا هنا شريط الأدوات وأيضا لدينا الممحة والتي تستخدم لمسح مساحة الرسم وأخيرا لدينا الشخصية الرئيسية في البرنامج وهي السلحفة إذن عزيز الطالب كما تعلمنا قبل قليل عن مكونات واجهة برنامج تيرتل أرت فالمكونات الرئيسية هي لوحة اللبنات البرمجية الأوامر شريط الأدوات السلحفة الممحة وبهذا عزيز الطالب نكون قد أنهينا هدفنا الثاني وهو أن يحدد الطالب مكونات واجهة برنامج تيرتل أرت سوف نتعرف الآن إلى لوحة اللبنات البرمجية لوحة اللبنات البرمجية التي سنقوم بتوضيحها موجودة هنا على يسار الشاشة عزيز الطالب كما تشاهد لوحة اللبنات البرمجية يتم تنظيم الأوامر في تيرتل أرت إلى خمس مجموعات من خلال هذه اللوحة أول مجموعة هي مجموعة السلحفة تيرتل المجموعة الثانية القلم بن المجموعة الثالثة نمبرز أرقام المجموعة الرابعة التدفق فلو المجموعة الخامسة ماي بلوكس لبناتي سوف نتحدث الآن بشيء من التفصيل عن أول هذه اللوحات أو اللبنات البرمجية وهي السلحفة والتي تحتوي على أوامر خاصة بالتحكم في حركة السلحفة وهي تمتاز باللون الأخضر أما اللبنة البرمجية الثانية فهي القلم وهي التي تحتوي على أوامر خاصة لقلم السلحفة وهي تمتاز باللون السماوي أما اللبنة الثالثة من اللبنات البرمجية هي التدفق فلو وهي تحتوي أوامر خاصة بالتحكم في طريقة تدفق أوامر برنامج تحريك السلحفة وهي تمتاز باللون البرتقالي وبهذا نكون قد أنهينا هدفنا الأخير وهو أن نعدد الطالب أهم اللبنات البرمجية في برنامج تيرتل آرت الآن عزيزي الطالب حان وقت التدريبات هيا بنا السؤال الأول الشخصية الرئيسية في برنامج تيرتل آرت هي القطة أم السلحفة أم الأسد ما هي الإجابة الصحيحة؟ فكر معي عزيزي الطالب أحسنت إنها السلحفة السؤال التالي تعتمد لغة البرمجة لوجو على الحواسيب أم الأشكال أم اللبنات البرمجية؟ فكر معي أحسنت عزيزي الطالب إنها اللبنات البرمجية السؤال التالي في برنامج تيرتل آرت تقوم السلحفة بتتبع الأوامر لرسم ماذا؟ الأشكال الهندسية؟ أم السيارات؟ أم الخضروات؟ أحسنت إنها الأشكال الهندسية السؤال التالي يتم تحديد تسلسل الأوامر في برنامج تيرتل آرت من خلال تركيب ماذا على بعضها البعض؟ الأوامر؟ أم اللبنات البرمجية؟ أم شريط الأدوات؟ أحسنت عزيزي الطالب إنها اللبنات البرمجية السؤال التالي رقم خطوات تشغيل برنامج تيرتل آرت في الشاشة الآتية ما هي الخطوة الأولى؟ أحسنت إنها الضغط على زر البداية ستارت ثم ماذا؟ الضغط على شريط التصفح مع القيام بسحبه أحسنت الخطوة الثالثة ما هي؟ الضغط على أيقونة البرنامج تيرتل آرت السؤال التالي املأ الفراغات أدناه بالمكونات الصحيحة لواجهة برنامج تيرتل آرت أين هي الممحة برأيك؟ أحسنت إنها هنا وإن لوحة اللبنات البرمجية؟ أحسنت إنها على يسار الشاشة وإن السلحفاء؟ أحسنت إنها مرسومة هنا وأين هو شريط الأدوات؟ أحسنت إنه في الأعلى وتبقى لدينا الأوامر السؤال التالي سلصور اللبنات البرمجية في العمود ألف بما يناسبها من العمود با ما هي اللبنة التي تمتاز فيها الأوامر باللون البرتقالي عزيز الطالب؟ أحسنت إنها لبنة التدفق وما هي اللبنة التي تمتاز فيها الأوامر باللون السماوي؟ إنها لبنة القلم ممتاز وما هي اللبنة التي تمتاز بها الأوامر باللون الأخضر؟ أحسنت إنها لبنة السلحفاء مع تمنياتنا لكم بالتوفيق طلابنا الأعزاء